أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متخل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمي الآن يجد له شهابا رسدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسنك من بين يدي ومن خلفه رسدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم من قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطلا وأقوى بقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخلناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تخل إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدلى من سلثة الليل ونسبه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وصيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبصر ثم أدبر واستكبر أقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مردوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لعهد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتخدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخود مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل أمر منهم أن يتازه فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس النوامة أيحسم الإنسان ولا النجم عظامة بل لا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه مصير ولو ألقى ماذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتنرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا ملغني التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفد الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم نهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسم الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طبة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسواه فاجعل منه الزوجين الذكر والنوثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطوة أمشاد نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هنيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وسعيرا إن الأمرار يشربون من كأث كان من أجها كافورا عين يشرب بها عمان الله عين يشرب بها عمان الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوثا كم طريرا أوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ننرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت خطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حزبتهم لولوا مغثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب ثودث خنر واستبرقا وحلوا أساور من فردن وسقاهم رمهم شراما طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسمح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بندلنا أمثالهم تبنيلا إن هذه تذكرة فمن شاء أن تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطمعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكلمون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يغطقون ولا يؤذن لهم فيعتنرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكينون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشرموا ثنيئا مما كنتم تعملون إن كذلك نجن المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا قلوا وتمتعوا قليلا قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون